الطاعة في التحليل والتحريم المراد بالطاعة في التحليل والتحريم طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله عن رضا واطمئنان قلب فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم أخرجه الترمذي وحسنه الألباني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن طاعة أحد من الناس في تبديل شرع الله وأحكامه تعد عبادة لغير الله وقد سماها الله شركا كما في آخر الآية لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى لا يجوز أن يشاركه فيه أحد غيره وهو مقتضى ربوبيته على الخلق وطاعته فيه دون سواه هو مقتضى توحيد الألوهية والأدلة على اختصاص الله وحده بالتحليل والتحريم كثيرا قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ثم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبطل الله في هذه الآية عبادة المشركين للأوثان التي أسموها أربابا جهلا منهم وضلالا وبين أن الحكم له وحده هو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام والانقياد والخضوع يكون له وحده فقط ومن أمثلة الطاعة في التحليل والتحريم أن يطيع أحدهم من يقول له إن الخمر حلال أو إن فعل الفاحشة حلال أو أن يطيع من يقول بحرمة طعام أو لباس مباح ونحو ذلك مما فيه استبدال لأحكام الله تعالى ترجمة نانسي قنقر